صباح الخير اشتقتلكم كتير من الفيديو الماضي اليوم احبقي رح نعمل الفولي السوداني بطريقة وميزة جدا رح نرجع فيه للطفولة بداية انا عندي كوب ونص تقريبا من الفولي السوداني رح انتقل فيهن مباشرة على النار لحتى حمصن ما رح نحط فيهن لازت ولا زبدي ولا شي متل ما شايفين ما حطينا شي وبيشرت بالطحميص على نار هادي احبقي اذا اول مرة بتشوفوني انا اسمي جمانة اسمحوا لي رحب فيكن يا اهلا وسهلا فيكن اذا حبيتوا المحتوى وحبي يوصلكم مني كل جديدة وكل الفيديوهات ما عليكن الا الاشتراك هون شفتوا بلاش عندي يحمروا وطريقة الاشتراك كتير سهلة انكن تنزلوا لطحت لاسفل الفيديو تكبسوا اشتراك تفعلوا الجرس وتكبسوا على كلمة الكل هوني متل ما شايفين احمروا معي جبت مباشرة ماي مغلية وحطيتهم على الفول السوداني بهيدي الطريقة ضروري كتير نعمل هايدي طريقة في ناس ما بيعملوها انا بحب اعمالها بخفف حدية طعم الحرق لانه في منهم حبات بيكونوا حمروا اكتر من حبات تانين فبيعطونا طعم ماينا محببة فكرمين الوحد الطعمة حطينا الماي المغلية متل ما شايفين سواني قليلة والماي كلها ياتا بتتبخر شفت اسم الله صار عندي غير شكل والحبات كلها ياتا تحمصت وصارت طعمتهم شي بياخد العقل مستمرة بالتقليب متل ما شايفين وعندي صاروا جهزين ما شاء الله وهيدا الفول السوداني على جنب بنفس المقلية اللي حطيت فيها الفول رح نحط السكر استخدمت كوب كبير من السكر متل ما شايفين لانه هلأ بدي دوبوا ما بدقروا ابدا لحتى شوف انه السكر بلش يتكرمل معي متل ما شايفين لانه اذا مجرد ما اني دقرت السكر وصير تحرك فيه اتأكدوا انه السكر انتزع وباز ومش رح يزبط ابدا ورح يعمل تكتولات كبيرة انا هون شا عم بعمل بس لاحظت انه السكر بلش يدوب بساعتها بصير بفوت السكر اللي مش دايب على السكر الدايب بهذه الطريقة بكون انا عم بشتغل بطريقة مزبوطة والسكر بيدوب كلها يتم مع بعضه وما بيصير فيها تكتولات ابدا بتذكر اول مرة عملت السكر حكي لكم هالقصة فقمت حطت السكر على النار وبلشت حرك فيهم اذا بقلكم انهارا كبتلوا كل اياتهم صاروا شقف وما قدرت كفي الوصفي ابدا ابدا كنت اول مرة بعمل السكر فانتزع السكر كله ورميته فبعدين عرفت انه السكر ممنوع ندقره ابدا ابدا لحتى طبعا يكرمل وبلش يكرمل ساعتها منقدر نحط ايدنا فيه هون السكر بعده حبيبات اذا ملاحظين اصلا ما حدا خلق معلم كل اياتنا منتعلم لحتى نبدع بوصفاتنا هون السكر عفكرة بعضه حبيبات يعني اذا ملاحظين بتحسوا السكر انا وعم حركم عم يطلع ماء حبيبات بقلب المقنية هون متل ما ملاحظين السكر عندي داب كل اياته بجيب هلا الفول السوداني مباشرة بحطهم فوق السكر متل ما ملاحظين لحطينا زيت لحطينا زبدي بقلب السكر المكرمل ولا ايه شي هاي ده هي وصفتنا كل اياته احبي سهلة بسيطة وسريعة وما اخدت معي وقت ابدا كله على بعض الموضوع اخد ماشي عشر دقاي رح نحركن بسرعة كلها يتم بقلب بعض ومنكون نحنا عملنا قطيب فستقية خبروني انتو شو بتقولولا عندكم ببلدكم نحنا كنا كتير ناكلة نحنا وصغار خبروني انتو تعرفوها لهيد الوصو هل كنتو انتو وصغار وتحبوها خبروني تحت بالكومنتات هوني على جنب احباقي عندي ورقة زبدي حطت عليها شوية زيت وده انت بيدي اول الشي ورجعت طبعا عم بشتغل وبعد عندي الفول السوداني مع السكر بعضهم سخنين ما بيسوى اتركن ابدا 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 وقلا بيتجمدوا وبينتزع عندي كل شي بصير بمدهم بهايد الطريقة متل ما شايفين بهايدا الشكل برجع بحط فون ورقة زبدي تاني وبجيب الشوبك او النشابة وببلش بعملهم بهايدا الطريقة لحتى افردهم كل اياتهم واعملهم طبقة واحدة كلمة الميدة اللي عندي حبي فوق حبي وبصير بطل علي هوني شوية شوية يعني هوني ما بنتر ابدا ابدا انهم يبردوا معي لانه بيصيروا صعبين هون متل ما شايفين باشارة اعمالهم بهايدا الطريقة وصرت جمعهم على الجوانب بهايدا الشكل كرميل ما اخسر كتير من شكلهم الحلو وقت بدي اطعو فبقربهم قدمة فيي على بعض متل ما شايفين بهيدا الطريقة وهوني متل ما شايفين جمعت فيهم قدمة فيي وصلت لهيدا المرحلة ما شاء الله الفول طالع ناجح مليون بالمية مع السكر وهلأ شو بدي اعمل بدي باشر بتقطيعون اكيد بعضهم عندي ما جمدوا كتير ما يبسوا على الاخر بصير بقطع فيهم بهيدا الشكل بس بشيل هيدون الحفات لكو ما شا الله بشيلهم بس لحتى اقدر اني اعطيهم شكل مرتب وقت بدي اصقصهم كمان من هيدا الميلة عفكرة بحس انه هيدول الطرف وقت نقطعن بحسن نقطيع بشي ليه ما بعرف كمان راح نباشر نقطع هيدول بالنوس ونعطيهم شكل مرتب فينا نقطعن كبار فينا نقطعن قطع وسط فينا نقطعن صغار هيدا الموضوع اختياري واسم الله عاملوا معاي كمية كتير كبيرة يعني هلأ بتحسوهن هون الكمية صغيرة بس وقت قطعتن كل ياتن اعطوني كمية كتير كبيرة اعطوني صحنان اول شي في عندنا هوا القطع الزوايد اللي طلعوا اللي حتيتن برا وفي عندي كمان هوا القطع شوفوا اسم الله اعطون بهيدا الشكل اللي قدرت احصل على هيدا النتيجة وهيدا قطيب فول سوداني ام كارمل بطريقة سهلة وبسيطة هيدا كان فيديو اليوم احبا بحبهم كتير بوساتي كتير لالكن الى اللقاء اشتركوا في القناة